السلام عليكم شباب الصف الثاني اللي عيداتي ان شاء الله نرحل مع بعض اختبار الرقم 6 على الدرس الاول الوحدة الخامسة هندسة السؤال الاول يقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المواطنة رقم واحد اذا كان سين ناقص عين اكبر من صاد ناقص عين هنا هنا سالب عين و هنا سالب عين ترمى الاتنين زي بعض نروح مع بعض يتبقى لك ان سين اكبر من صاد يتبقى الاختيار به رقم اتنين بيقولك اذا كانت جيم تنتمي لمحور تماثل الف به الكتعة المستقيمة الف به ايه ادي محور التماثل بتاعه و ادي نقطة جيم فان الف جيم ناقص به جيم انا طبعا ان اعلم ان اي نقطة تنتمي لمحور التماثل تقع على بعدين متساويين من طرفي القطع المستقيم يعني البعد يتسوي البعد لما انت تطرح البعدين من بعض يأتيك ايه يأتيك صفر رقم ثلاثة بيقولك اذا كان المسلس الف به جيم قائم الزاوية فيه به وكان الف به نصف الف جيم يعني الدلع كده نصف الوطن يبقى قياس الف كام طبعا احنا اخذي النظرية بتقول ان الدلع المقابل للزاوية 30 نصف الوطن يعني دي 30 درجة يبقى لازم الف تبقى 60 درجة عشان يبقى مسلس ثلاثيني 60 درجة يقول لك في الشكل المقابل اذا كانت جيم تنتمي لالف به ودال برضو تنتمي للخط المستقيم قياس زاوية الف جيم هي اقل من قياس زاوية به دال و يعني الزاوية دي اصغر من دي هنفترضهم اي ارقام عشان نعرف عشان نعرف اقناعها مثلا ان دي 20 ودي اكبر منها 40 فان قياس زاوية هه جيم دال بالنسبة لقياس زاوية واو دال جيم بالنسبة للزاوية نعرف ان دي زاوية مستقيمة 180 درجة يبقى 180 نعيس 20 تبقى 160 وده برضو 180 نعيس 40 تبقى 140 ال160 اكبر من ال140 يعني يبقى اكبر منه السؤال التاني يقول لي اكمل ما يأتي مسلس متساوي السوقين قياس زاوية رأسه 80 درجة فان قياس احدى زاويتي قاعدته قاعدته مسلس متساوي السوقين زاوية الرأس 80 عايز قياس احدى قاعدتين طبعا مسلس متساوي السوقين يبقى زاوية القاعدة متساوياتين في القياس يبقى 180 نقص 80 على 2 180 نقص 80 تبقى 100 100 على 2 يبقى 50 و50 يبقى 50 درجة رقم اتنين بيقول لي في شكل مقابل جيم تنتمي للخط المستقيم ألف به دال تنتمي للخط المستقيم ألف به إذا كان ألف جيم أكبر من به فإن ألف به بالنسبة لجيم دال طيب ركز معي بقى في جزء مشترك كده في القطعتين المستقيمين اللي هو به جيم هنحذفه عشان نعرف ألف به وجيم دال لما نحذف من ألف جيم به جيم يتبقى ألف به ولما نحذف من به دال به جيم يتبقى جيم دال يبقى ألف به هتكون أكبر من جيم دال رقم ثلاثة منصف زاويات الرأس في المسلس المتساوي السوقين ينصف القاعدة ويكون عموديا عليها نظرية حفظ رقم أربعة بيقول لي في المسلس سين صاد عين إذا كان قياس زاوية سين أربعين درجة وقياس زاوية عين ميت درجة طبعا أنه ليس مرسومة مضبوطة لكننا نريد أن نعرف عدد محاور التماثل طبعا نعرف أن المجموعة زاوية المسلس مئة وتمانين يبقى مئة وتمانين ناقص مية زايد أربعين اللي هي مئة واربعين يبقى أربعين درجة طبعا كده بقى مثلس متساوي السوقين المفروض يتبقى زاوية مفارجة شوية بس إحنا عايزين نوصل للهدف بتاعنا إن ده مثلس كده متساوي السوقين وعارفين إن عدد محاور تماثل متساوي السوقين محور تماثل واحد السؤال الثالث يقولك الشكل المقابل قياس زاوية ألف به جيم أكبر من قياس زاوية ألف جيم ألف به جيم أكبر من ألف جيم به دال يساوي جيم دال معانا به دال يساوي جيم دال الزاوية دي كده بها اكبر من قياس زاوية ألف جيم به دال معانا كمان انه به دال يسوي جيم ده. اذا دي كده هنسميه رقم واحد. اذا قياس زاوية دال به جيم اللي يابلي اسود دي. تساوي قياس زاوية دال جيم به. دي كده رقم ايه? اتنية. تعال بح نقول له ايه? بطرح اتنية من واحد ينتج انا. يعني ازاوية كبيرة دي لما نشيل منها الجزء الاسود. والزاوية الصغيرة دي لما نشيل منها برضو نفس الجزء الاسود. هيتبقى انه قياس زاوية الف به ده اكبر من قياس زاوية الف جيم ده. وهو الموضوع. الموضوع بسيط جدا. سور رقم اربعة بيقولي في شكل مقابل الف به جيم مسلس فيه. الف به يساوي الف جيم. الف دال عمودي على به جيم. الف دال اللي هو ده كده. عمودي على به جيم. قياس زاوية به الف دال يساوي خمسة عشرين درجة. به جيم كلها باربعة سنتي. اوجد قياس زاوية دال الف جيم. عايز الزاوية دي. وعايز طول دال جيم. طيب معنا كده بما انه. او خلينا نقول في المسلس الف به جيم. بما انه الف به يساوي الف جيم. الف به ده يساوي الف جيم. اذا قياس زاوية به يساوي زاوية جيم. زاوية دي بيساوي زاوية دي. ومعاك كمان ما انه الف دال عمودي على به جيم. ده عمودي. اذا قياس زاوية الف دال به يساوي تسعين درجة. هو عملها لك قيمة اصل. يبقى نقدر نجيب كده. قياس زاوية به عبارة عن مية وتمانين ن Mirabac screaming 25 زا facin. اللي هي مية وتمانين ناقص مية وخمستاش. اللي هي خمسة وستين درجة. او جيبنا كنا. مية وتمانين ناقص начin N 25 ن глубima 1985. يبقى زادي تبقى 65 درجة. يبقى اذا قياس زاوية به هيساوي قياس زاوية جيم هيساوي 65 درجة. يبقى دي زاية خمسة وستين عشان هو عايز الزاوية دي يبقى عشان تجيب خياز زاوية دال الف جيم هتسوي برضو مية وتمانين ناقص خمسة وستين وتسعين طب ليه ما هدي قايمة يبقى دي زيها قايم اللي هتسوي خمسة وعشرين ايه درجة يبقى الزاوية دي خمسة وعشرين درجة طيب طول دال جيم عشان بقى تجيب طول دال طبعا انت عندك ان في المسلسة الف دال به اللي هو النحية دي كنا والف دال جيم اللي هو النحية التانية معاك انه الف دال ضلع مشترك معاك ان الف به يساوي الف جيم معاك ان قياس زاوية الف دال به يساوي قياس زاوية الف دال جيم ساوي تسعين درجة يبقى المسلسين ما لهم وتطابقين اذا المسلس الف دال به طابق المسلس الف دال جيم طالما المسلسين مستطابقين نقدر نقول ان باه دال في المسلس ده تساوي دال جيم تساوي اتنين سانت كده يا شواهي بكون انتهى اختبار طرقومي رقم ستة نلتقي ان شاء الله في اختبار طرقومي رقم ساعة اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ولو في اي حاجة ريت تسو بالي في الكومنتهات عشان انتورها في البديوهات القادمة و اه دعموكم يا شباب لايك وشير سبسكرايب وشير كونوا كامل في الجروبات مع اصحابك ودعواتكم عشان نقدر نكمل في المحتوى ده ونعمل محتوى كامل مجاني في تكم وبتو فيها شباب شكرا سلام الله عليكم